ردود فعل سياسية تركية ودولية على تفجيرات ريحانية التي أودت بحياة نحو 45 شخصا وإصابة المئات من المواطنين الأتراك والسوريين نائب الرئيس التركي بولاند أرينش كشف أن النتائج الأولية تظهر أن منفذي الهجمات يرتبطون بالنظام السوري ومخابراته وأنه سيتم محاسبة الفاعلين في وقت أصدر فيه وزير الداخلية معمر جولير بيانا قال فيه إن النظام الأسد مرتبط بالمجموعة التي نفذت تلك الهجمات بالمقابل أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن القضية غاية في الحساسية وذلك لوقوع إقليم هاتاي على الحدود مع سوريا وأن الغاية من تنفيذ الهجمات ربما تكون لإثارة تلك الحساسيات وأنها قد تتعلق بالصراع في سوريا أو بعملية السلام التي تم توقيعها مؤخرا مع حزب العمال الكردستاني وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية أحمد داود أوغلو أن بلاده ستحتفظ بحق الرد ريثما يتم أخذ التدابير كافة وجمع الأدلة والبيانات موضحا أنه لا حاجة لعقد اجتماع طارئ لحلف شمال الأطلسي الناتو ولكنه سيكون خيارا أوليا في حال وصول التحقيقات إلى الفاعل وبعد لحظات على الانفجار اكتفى رئيس مدينة الريحانية حسين شانفيردي بالتعليق على أن التفجيرين حدثا بالقرب من مبنى البلدية ومكتب البريد مؤكدا على عدم وجود أي أدلة على من ارتكب تلك التفجيرات دوليا أدانت الولايات المتحدة التفجيرات وذلك على لسان وزير خارجيتها جون كيري والسفير الأمريكي لدى أنقرة فرانسيس ريتشاردوني كما دانا أندريس فوغرا سيمسون ألمين العام لحلف الناتو التفجيرات وذلك في بيان نشير له من مقر الحلف في بروكسل من جهاته أكد الالتلاف الوطني السوري أن هذه التفجيرات تهدف إلى الانتقام من الشعب التركي ومعاقبته على مواقفه المشرفة في الوقوف إلى جانب الشعب السوري واستقباله للاجئين السوريين الذين فروا من جرائم نظام الأسد إدانات دولية واتهامات تركية وإجماع دبلوماسي على معلومات تؤكد تورط نظام الأسد ومخابراته بأحداث التفجير ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة مرحلة مع بعض كشف الفاعل وداعمية فهل ستلجأ تركيا إلى حلف الناتو كخيار أولي أم هل ستحتفظ بحق الرد كما فعلت بعد إسقاط النظام لطائرة تركية حربية مرت بالقرب من المياه الإقليمية السورية